النظام منذ مفاوضات جنيف اثنين كان فيه هناك خلافات كبيرة على نقاط اساسية اهمها مصير بشار الاسد والاجندة الخاصة بجدول الاعمال التفاوض كان يصر النظام على ادراج الارهاب كنقطة اولى لم يكن يسمح ابدا بالحديث عن اي شكل للهيئة الحاكمة الانتقالية او نقل الصلاحيات والسلطات الى اخره اليوم ما جرى من تصريح للحكومة السورية يندرج في ايطار وضع مزيد من العقبات امام التقدم باتجاه الحل في سوريا فاولا بالنسبة لاسماء وفد المعارضة ليس النظام السوري من يحدد وفد المعارضة يقبل او لا يقبل هذا الموضوع وبناء على تفويض من الحاضرين في مؤتمر الرياض فوضوا الهيئة العليا للتفاوض التي تمثل مجموع تيارات سياسية او مكونات سياسية وعسكرية للمرة الاولى تشارك في هذا المؤتمر فوضوا الهيئة العليا للتفاوض بان هذا القرار سوري قرار سيادي لا يمكن لاحد ان يلعب او ان يتدخل في تشكيلة الوفد المفاوض لذلك الان الحكومة السورية تتدخل في اشياء لا تعنيها سيد نصر هل يفهم من ذلك تدخل سؤال ابن عفوا حتى نبقى في موضوع بس قائمة المعارضة هل لدى المعارضة السورية مانع في تقديم الاسماء اسماء من سيحضر يعني اكيد الهيئة العليا للتفاوض اذا قررت فعلا المشاركة في العملية السياسية القادمة في نهاية هذا الشهر او في اي موعد اخر ستستقبل او تتلقى دعوة من المبعوث الدولي باسم الامم المتحدة وهي الجهة الوحيدة المختصة في استقبال قائمة وفد التفاوض الخاص بالمعارضة وليس من اختصاص الحكومة السورية ان تسأل او تستقبل عن تشكيلة هذا الوفد في الوقت المناسب اذا قررت الهيئة العليا للتفاوض نعم سيتم ارسال وفد التفاوض في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة التي ترضاها وتقبلها الهيئة العليا للتفاوض موضوع الجماعات الارهابية الى اي مدى ذلك يعتبر تعجيز نعم يعني اولا في مؤتمر الرياض كان هناك 16 ممثلا لمختلف الفصائل العسكرية الموجودة في كامل الاراضي السورية تقريبا وكان هذا الحضور مميز ولأول مرة تشارك الفصائل بهذه الفعالية وشاركت في صياغة والاعتراف والمصادقة على بيان الرياض ومحدداته الاساسية ومدت يدها للمجتمع الدولي وقبلت بالعملية التفاوضية المنطقية التي تضمن حقوق الشعب السوري وتطاع الى الوصول الى ما يطبه الشعب السوري الاردن كانت كلفت بأدات قائمة هل يوجد اي من التنظيمات المدرجة في القائمة التي اعدتها الاردن احد منهم مشارك في وفد المعارضة؟ اولا النظام ينظر الى كل من خرج ضده على انه ارهابي ويجب قتاله نتحدث هنا على قائمة الاردن كان ذلك سياسي او عسكري او الاخري الاردن فوضت من اجتماع فيينا من المجموعة الدولية لدعم سوريا فعلا بوضع يعني معايير او افكار حول تصنيف الفصائل الاردن ما جرى انه كان هناك طلبات من عدة دول ومنها روسيا وايران بانه ارسلت قوائم بكل الفصائل التي تراها هي ارهابية لذلك وصل العدد ربما كما يقال الى 160 فصيل بمعنى انه لا يوجد في صيل في سوريا من وجهة النظر الروسية او الايرانية الا هو فصيل ارهابي ويجب قتاله والتخلص منه للوصول الى الحل السياسي وهذا له ادلة عملية على الارض ما يجري من قصف للروس منذ حوالي ثلاثة اشهر على كل المناطق التي يسيطر عليها الثوار وكانت اولى هذه الفصائل التي تم استهدافها هي الفصائل المعتدلة المعتمدة اللي لها علاقات وثيقة مع المجتمع الدولي ومع القوة الدولية بمعنى انه فعلا كل من يقاتل ضد بشار الاسد من وجهة نظر روسية ايرانية اسدية هي تنظيمات ارهابية يجب ان تقاتل ولا يجوز ان تشارك في العمل السياسي ولكن بطبيعة الحال حتى قائمة الارضن لم يجري التوافق عليها دوليا يعني لا قرار واضح بهذا الشأن ولهذا تعتبر معضلة موضوع التنظيمات الارهابية وكانهم يطالبون بشيء غير موجود كان هناك في اليوم الماضيين سيد نصر حديث حتى من اطراف المعارضة تتحدث عن ضغوط دولية عليها لاولا موضوع وفد المعارضة وثانيا اكيد القبول ببقاء الاسد في المرحلة الانتقالية هل تمارس بالفعل مثل هذه الضغوط يعني احنا وصلتنا معلومات اكيدة قبل ان يأتي السيد استفاندي مستورة للقاء الهيئة العلية للتفاوض ان هناك جهات تسعى الى ادراء شخصيات معينة ضمن وفد المعارضة وكان هناك تصريحات واضحة سواء من الهيئة العلية للتفاوض او من مكونات الهيئة العلية للتفاوض اعني بذلك الاتلاف والفصائل العسكرية والشخصيات المستقلة بانه لا يمكن السماح لاحد بالتدخل في هذه القضية وان لا ستنهر العملية التفاوضية من اساسها فاعتقد ان الامم المتحدة والقوة التي تسعى لادراج هذه الاسماء يعني فهمت الموضوع وبالتالي لم يطرح السيد ديمستورا في لقاءه الاخير ادراج اي شخص وانما ترك هذه المهمة للهيئة العلية للتفاوض لتكون قادرة بمحض ارادتها على تسمية وتعيين الوفد التفاوضي اشتركوا في القناة